هناك ست دول متوقع أن ارتفاع السطح البحر سيغمرها إما جزئيا أو كليا قد يغمر جزء منها من الشاطي أو كليا ومن الدول هذه لدينا دولة في المنطقة العربية البصرة البصرة في العراق ستكون أحد الست دول في العالم التي قد تغمر جزئيا أو كليا بارتفاع منسوب البحر قبل 2030 من الدول التي في القائمة ولكن ليس في القائمة الكبيرة الإسكندرية إسكندرية إسكندرية ذكرت اليوم من الدول التي قد تتأثر بارتفاع منسوب سطح البحر بشكل سلبي وقد يغمر جزء من الشاطي وقد يكون لها ضرر على تركيبة المدينة على المدى البعيد بالتالي الشيء الملفت للنظر في هذا الموضوع يعني الإسكندرية والبصرة من المدن العربية المدن العربية المرشحة بتأثر مباشرة بارتفاع منسوب مياه البحر يقولك جزئيا أو كليا طبعا الغطاء الكلي وده موضوع على فكرة يعني خطير جدا موضوع الغطاء الكلي عادة مقتصر على الجزر الصغيرة وأعطيك بس عشان الأرقام عشان المواطن يحس بحدة الموضوع ماليزيا بلد مسلمة فيها 200 مليون أكثر من 200 مليون من البشر عايشين على 7000 جزيرة ماليزيا كلها جزر أرخبيل جزر 7000 جزيرة أكثر من نصف الجزر هذه ستغمرها المياه قبل نهاية القرن مصيبة قولي بقى المتين مليون حاليشين يروحوا فين ينتقلوا إلى العالم الآخر لو بيقاوم دلوقتي نفهم